دعم معركة الحرية التي يخوضها عدد من الأسرى والمعتقلين بسلاح الأمعاء الخاوية يجب أن تتسع رقعته تقول الفصائل الفلسطينية وتؤكد أن المقاومة لن تتهاون أمام أي خطر يحدق بالمضربين عن الطعام لن نصمت أمام هذه الجريمة قوى المقاومة سيكون لها موقفها الحاسم والرادع لهذا العدو الإسرائيلي وسترد على هذه الجريمة ونحن نحذر هذا الاعتلال ونقول لهذا العدو المجرم أن هذه المؤامرة هذه الجريمة إمكانية النيل من الأسرى الأبطال لا يمكن أن نسمح بها بأي حان من الأحوال هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوى لذا هذه الجرائم التي يمارسها ضد أسرانها داخل السجون وألاف الأسرى داخل السجون الصيونية يجب أن يكون للمقاومة دور من خلال تخطيط العمليات خطف لجنود صهاينة حتى نستطيع أن نقوم بعمليات تبادل مشرفة في حضرة الصمود الأسرى في وجه السجان الإسرائيلي ترتفع المطالب لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين دين الصمت الدولي هذا الصمت الذي بات يتفوق على صمت القبور إذا ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من عزل انفرادي من إهمال طبي من كل السياسات الإجرامية التي تستهدف حياة الأسرى والمعتقلين إنهاء الانقسام الفلسطيني ضرورة تؤكد الفصائل الفلسطينية لإسناد من ضحى بعمره قابعا في زنزين الاحتلال حتى يرى نور الحرية المجتمع الدولي مطالب بوضع حد الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين والتي تجاوزت كل الخطوط الحمر يقول الفلسطينيون ويطالبون بتدويل قضية الأسرى عبر محكمة الجنايات دولية لانشحين غزة آل ما يدين